السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صلوا لنبي كيف ملعدها عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم اخواتي غد يكونوا هاد الميني كيك او كوب كيكس يعني تقدروا تحضرهم على شكل كيك عائلي اللي هو كبير كيف ما تقدروا تحضرهم لشكل ميني كيك او كوب كيكس اللي انا اكيدة ان شاء الله لتجربوهم غد ينجحوا معكم وغد يعجبوكم بزف بالخصوص الاطفال ديركم غد يحمقوا عليهم واحد طريقة اكيدة ان شاء الله غد يتعجبكم فاكنتمنى الفيديو اليوم اللي اعجب ديركم والاستحسان ديركم دبما زيتش نطول عليكم كتر دزو مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العذافور جا ممتعة بسم الله على بركات الله هنا اخذت اخواتي ميا وعشرين ميلي لتر ديال الحليب وهد الكأس الا ربع بقياس كأس ديال العنبة ديال الحليب كيفما مضح لكم الصورة هنا انا غدي نستعمل نصف حمضة او نصف ليمونة اللي غدي ناخد العصير دياله وغدي نضيفون ديك الحليب بالنسبة الباقي المكونات اللي غدي نحتاجه عندي جوج ديال الحبات ديال البيض متوسطين لحجم ديالهم يكونوا عنا بدرجة حرارة المطبخ ضروري اخواتي البيض اللي نخدمو به نخرجوه من ثلاجة واحد نصف ساعة عاد نخدمو به عندي اخواتي مية وستين جرام دير السكر الخاشين اي سكر سانيده وحل الكاس ديال العنباء دير السكر كيفما شاهدتو معي تقدروا تنقص من الكمية طبعا دير السكر او تزيدو كيبقى على حسب الدوق ديركم انتوما هنا هنا استعمل الفاني السائلة اللي طبعا اذا توفرتو على السكر الفاني تقدروا تستعملوه ملح لتعديل الطوق غادي نطرب اخواتي البيض مع السكر جيدا غير بالطراب اليدوي او تقدروا تستعملو الطراب الكهربائي اذا بغيتو تساهلو عليكم نطرب البيض مع السكر حتى كنحس بالحويبات دير السكر بدوك يضبو لي شوية مع ذيك البيض سوف نزيد اخواتي عندي هنا ميات ميليليتر دير الزيت زيت شوية لنصف كأس بقيسكس دير العنباء وعندي هنا خمسين جرام دير الزبدة شنين هو الدور ديال الزبدة اه زبدة اخواتي كتحافظ على الكابكيكس او الكيكي بقرطي طب مدة طويلة اذا ما بغيتوشي تستعملو الزبدة مثلا ما كتبغيوها شي عندكم حساسيها اه ممنها موهم فستقدروا تستعملو غير الزيت غير هو عوض ديك ميات ميليليتر دير الزيت اللي استعملت انا انتم غادي تستعملو واحد ميه وخمسين ميليليتر ديال الزيت واحد الكاس الا ربع بقيس كاس ديال العنباء يكون ناقص غشوية ديال الزيت انا عملت مية ميللتر ديال السيت وكملت بخمسين جرام ديال الزبدة اللي غادي نخلي حتى الاخر عاد غادي نضيفه يستحسن تستعملو ديك الزبدة ولكن اذا ما بغيتو هاشي فحتى الزيت كي يجو مزيانين هنا يا اخواتي ضيفت واحد العلبة ديال ياغورت طبيعي محلى انا استعملت هو اللي كان عندي استعملت ياغورت طبيعي محلى يعني ما فيه حتى شينكها ولكن فيه سكر تقدروا طبعا تستبدلو الياغورت طبيعي بالياغورت اللي كي يكون منكهة الفاني اذا كان يستحسن العلبة ديال ياغورت اللي استعملت انا اخواتي فيها مية وخمسة وعشرين جرام كنذكر معاكم حتى الوزن ديال العلبة ديال ضانون او الياغورت غير باش يعني لحسب باش الكمية الطحين جيكم نيشا يعني اذا استعملت متلا العلبة ديال ياغورت اللي الوزن ديال مية وعشرة جرام غادي تتنقصوا واحد ملعقة كبيرة ديال الطحين والطحين اخواتي كيبقى على حسب الخليط تقريبا كتجفح الخليط ديال كيكا العادية وصافة كذلك نضيف ديال كمية ديال الحليب اخواتي كيف ما شرحت لكم الصورة ومن بعد كم دا نضيف النواشف بالنسبة النواشف عندي مية وخمسين جرام ديال الدقيق الابيض ربعة ديال الطحين او ما يعادل جج ديال الكيسان ونص بقيس كس ديال العلبة ديال الطحين اللي ضروري كنغرب لهم في واحد المصفات او لهيدا اخواتي تقدروا تنقصوا من الكمية ديالو او تزيدو كيبقى على حسب الدوق ديال كومنتوما واش كتبغوا الكيكا يكون فيها مضاقة ديال الشوكولاتة بايم بزف او غير شوية انا سرحا كعجبني الكيكا تجياني غنية بالشوكولاتة يكون فيها الكاكاو نسبة اللي تكون بيعني لا بأس بيها طبعا تقدروا تنقصوا وتعاوضوا الكاكاو ديال سعى بالطحين مع كيس ديال الخميرة ديال الحلويات اخواتي اللي استعمت انا فيها 15 جرام واحد الكيس ديال بيكين باودر وزن 15 جرام سافيو بالنسبة ديك 50 جرام ديال الزبدة حتى كنخلط الخليط مزيان كنضيف النواشف ديالي كاملين عاد كندوب ديك 50 جرام ديال الزبدة وكنضيف حتى الاخر كيف ما اقضت لكم في اللوو الاخواتي الدور ديال هاد الزبدة كتحافظ لكم على الكيك او الكابكيكس ديالكم يقوي رطي طبين مدة طويلة وكنتجي سرح لديدها في الكيك ديالنا سافيو بالنسبة هادا شوكولاتا قددس انا فيalamو اaque 50 جرام ديال سوكولاتا ديال فكرت يقبع الرذي بيك سابيني مع شوية ديالольз مكمله تقريباً استعملت 50 جرام الحبوب الشوكولاتة ضيفته من الخليط الكيك ديالي وضعت الخليط الكيك أو الكوبكيك في التلاجة كيف ما قد لكم هاد الخليط تقدروا تحضروا منه كيك اللي هو عائلي حجم كبير أو لا تحضروا على الشكل ميني كيك أو كوبكيك يعني قوالب ديال كوبكيك وضعت الخليط ديال الكيكة في التلاجة واحد نصف ساعة عاد غدين طيب دابا الميني كيك ديالي أنا استعملت أخواتي هاد القوالب فرضيين اللي كي يجو متوسطين ماشي صغارين هادو ما شاء الله كبارين على الكوبكيك اللي كنعرفوه هاد الميني كيك يقدرو ياكلو فيه جوش ديال الأشخاص استعملوا طبعاً للقوالب ديال الكوبكيكس أو لقالب اللي كن طولي أو لدائري فانتوما كيبقلكم من اختيار هني غادي مدى نملأ هاد الكؤوس ورقية ديال هاد الميني كيك ماشي حتى الفوق مرة كنخلوه هانتوما زايد على النصف ديال هاد القوالب يعني كنملؤوهم زايد شوية على النصف كنخلوه الثلت هانتوما مهم كيف ممضح لكم الصورة غادي نستمر أخواتي حتى كن تنعمرهم كامل نحاول نجيبهم قياس قد بعتهم الخليط أخواتي مندي كنوضعه في الثلاجة يرجع تقيل ما تقولوش يا لاش الخليط كان عندك خفيف يعني القوام دياله في اللوه في حل القوام ديال الكيك العادي ومن بعد رجع تقيل من بعد من اللي وضعته في الثلاجة فهو يتقل أنا خليته نصف صعبة في الثلاجة من اللي كنخرجه كنجمر بحل هيدا تقيل هذا هو خاكد زين الكبكيك تلك الوجه دياله كما تحويت شي مثلا أنا غادي نزيل الوجه ديال هاد الميني كيك بحبوب شوكولاتة و هاد البيبيتاس ديال شوكولاتة ما غادي هودوش الاسفل لان خليط ديال كيك يكون شو يتقيل كي خليش ديال الحبوب ديال الشوكولاتة يحوض حدوال القاع تقدرو طبعا تزينو عيوض هاد الحبوب بالشوكولاتة تزينو بقطع ديال القرقس ان تلقي نعطيك عميز من اللوز او نجد مكسرات بالنسبة للفرن الاخواتي انا اسمطيب هذا ميني كيك بطريقة الطيب يعني النار من الاعلى ومن الاسفل سما تطيبون من فوق ومن تحت نفس الوقت يستعملون النار من الالكيك ستطيبون بهذه الطريقة التي اذكرت معكم النار من الأعلى ومن الاسفل إذا طيبتو هد الخليط ديال كيك في مول عائلي لهو كبير فهادي تطيبوهم بطريقة ديال كيك العادي يعني هدي تشعلو فلول نار من الأسفل تخليو الكيك ديالكم طيب واحد ثلاثين خمسة وتلاثين دقيقة غير من الأسفل ومن بعد شعلوه من نار من الأعلى هد الميني كيك أخواتي أنا شعلت الفران ديالي من قبل يسخن واحد خمسة ديال دقيقة من قبل يسخن على درجة حرارة 180 درجة عد طيبتم عد دخلتم من الفران اللي كيكون شعلنا له من قبل يسخن وكنخليهم واحد عشرين خمسة وعشرين دقيقة كيف ما قد لكم كيطيبو من الفوق ومن تاحيت سفي من اللي كم بدون شوموا الريحة ديال الكيكا عادي يعني من كتعتكم الريحة ديال الكيكا كنحلوا الفرن ديالنم كنشاء نجربوهم من الوسط ديالن بشي عود خشبي أو بشي سكين خصو يخرج ناشف عندما كتش هدو معي بعد ما خررتم كيجيوا بحال هات الشكل هدا حبوب الشوكولاتة اللي زينا بهم ما كيهودوشي للأسفل لأن الخليط كيف ما قد لكم كيكون شوية تقيل فحتوي دا زينتوا بأي مكسرات غدي بقوا على الوجه ديالهم زينين صف هنا خليتم شوية دفاو غدي نفتح معكم واحدة باش شاهدوا معي كيفاش كيجوا من داخل كيجوا عمرين بالشوكولاتة يعني ديال القطع دير الشوكولاتة اللي وضعنا مع الخليط مع ديال حبوب دير الشوكولاتة جو رائعين والكيك ما نقول لكم شي كيف جا خفيف بزف هاد الوصفة حتى هي اعتمدوها لا بالنسبة للكاب كيكس لما كينجح شي معهم او حتى بالنسبة للكيك اللي كيكون على شكل طولي او دائري حتى هاد الطريقة غدي تعجبكم بزف غدي تحصلوا لوحي الكيك اللي وخفيف بزف ولدد بزف فالفيديو اخواتي والاقتراح اليوم احتل هنا وكيكون سالا نتمنى يكون الاعجاب ديركم الفيديو اليوم اذا عجبكم ما تنسوني شي كيف مالعدب لليكات ديركم وتسعى ليغ جميلات فارتاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديركم وحبكم في الله وإلى الفيديو القادم ان شاء الله صلى وليفرسكم بزف وبسلامة